ونذهب الآن سريعا لموجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحملاوي شكرا مصطفى أثنبنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير سيناء شدد الرئيس السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من إبريل من كل عام سيبقى يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفخر به لحرب أكتوبر المجيدة وقال الرئيس السيسي أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والتنفيذ كما أكد الرئيس السيسي أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء مشددا على أن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد يتم الالتزام به ويتواصل العمل من أجل تعزيزه يعقد اليوم مجلس أمنا الحوار الوطني ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم وصرح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة وأكد المنصق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية ليصل بهذا عدد من تم إجلاءهم حتى الآن إلى 1539 مواطنا تجدد القتال في السودان بالرغم من أعلان الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار وأفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي إطلاق النار وانفجارات في مدينة أم درمان وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السوداني استخدم الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع وفي محاولة الإبعاد مقاتلي قوات الدعم السريع عن مصفات تكرير للنفط في مدينة بحرين قال منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبدالخالق إن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وخلال كلمته في مجلس الأمن أوضح عبدالخالق أن مصر تعرب عن الأمل في وقف العدائيات واللجوء إلى الحوار في السودان وأكدا أن استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان مدعاة للقلق وخلال الكلمة أضاف منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والعامي والشامل لإطلاق النار قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية وهو ما يشير إلى أن كل منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات في السودان أضاف بيرت أن الوضع في السودان يتصاعد بشكل مأسوي موضحا أن السودان سيخسر حتى ولو ربح أحد الطرفين أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتم بموجبه وضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميج أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل